الإمام الصادق يبين أنه أقرب حالات المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى أن حفاظهم على دينهم في زمن الغيبة في المقابل أشد غضب الرب سبحانه وتعالى على أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا في زمن الغيبة لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء هم السبب الأساسي للغيبة صحيح خذلان المؤمنين من أسباب الغيبة لكن السبب الأساسي الأعداء لأن الله سبحانه وتعالى نصب قبل الإمام المهدي 11 إمام من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الإمام العسكري والرسول دعا قال واخذل من خذله أشوف جميع الأئمة الضالمون اضطهدوهم سلبوهم حقوقهم قتلوهم حبسوهم أثاروا المشاكل حولهم الدعايات السوداء ومو يوم يوميا الله سبحانه وتعالى أمهل الناس 250 سنة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى سنة 260 حينما توفي الإمام العسكري عليه السلام بالسوم 250 سنة الله سبحانه وتعالى أمهل الناس استعدلوا كله كلما الله سبحانه وتعالى اختار حجة خذلوا ذلك الحجة ثم قضوا عليه ناس أعداء وناس خاذلون والمؤمنون أقلية قليلة الله سبحانه وتعالى أنهى المهلة بعد 250 سنة في سنة 260 قدر غيبة الإمام والسبب الأساسي الأعداء الذين قتلوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام وخذلوهم وظلموهم لذلك في زمن الغيبة غضب الله سبحانه وتعالى أشد على الأعداء لماذا؟ لأنهم يعادون بمختلف أنواح العداء وهم أيضا سبب الغيبة أسأل أعداء السابقين الذين كانوا في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعادون بس الإمام موجود ظاهرا في زمن الغيبة الأعداء يعادون وهم سبب غياب الإمام عليه السلام فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم بعد ذلك الإمام يقول الغيبة لا تبطل الحجة لأن الله سبحانه وتعالى حجته تامة بالغة سواء في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة الله سبحانه وتعالى حجته تامة هو السواحد للسوء عقله أو دينه أو إعجاج فيه طريقة تفكير يصير ملحد هذه المشكلة فيه وليست المشكلة في أن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أدلة التوحيد لا أدلة التوحيد تامة كاملة بالغة الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله إذا واحد لم يؤمن بمحمدا صلى الله عليه وآله الخلل في ذاك الذي لم يؤمن وإلا الحجة تامة وكذلك في زمن الغيبة الأدلة تامة السعدة واحد لعجاج في سليقة في طريقة التفكير لانحراف نفسي وعقدي ما يعتقد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا بوجوده هذا المشكلة فيه وليست المشكلة في عدم بلوغ وتمامية الحجة إذا الغيبة كانت تصير سبب في عدم بلوغ الحجة الله ما كان يقدرها لأن الله يريد أن تكون حجته بالغة أن تكون حجته بالغة أن تكون حجته بالغة وقد علم أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين لو الغيبة كانت تسبب في عدم بلوغ الحجة بحيث أن الأدلة تكون ناقصة الأدلة لا تفي بإثبات المطلب للمؤمنين الله سبحانه وتعالى ما كان يغيب حجته عنهم طرفة عين ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس يعني في زمان الغيبة الناس غير المؤمنين هؤلاء شرار الناس يعني أسوأ الناس الظالمون الذين هم في زمان الغيبة أسوأ من الظالمين الذين كانوا في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني هذه الحالة العامة لأنهم ظالمون وسبب لحجب الناس عن ظهور الإمام يعني زادوا على الظالمين السابقين لأننا الآن نشوف أكو الظلم أقصام حاكم ديكتاتور ظالم حاكم ديكتاتور وآخر أظلم وما ظالم إلا سيبلى بأظلمي تشوف حاكم ديكتاتور هو ديكتاتور لكن يراعي الشعب اقتصاديا من جهة الحقوق لا يقتل لا يسجن كثيرا هذا ديكتاتور وتشوف ديكتاتور آخر يبطش يقتل بالملايين يصادر الأموال يفقر الناس هذا هم ظالم لكن ظالم أشد من ظالم آخر الظلمة الذين كانوا في زمان الأئمة ظالمون يرتكبون مختلف أنواع الظلم لكن الإمام حاضر لم يكونوا سببا لحجب الإمام عن الناس في زمن الإمام الصادق المنصور العباسي ارتكب مختلف أنواع الظلم لكن الإمام الصادق موجود بين الناس عما الآن الظلمة يرتكبون نفس المظالم التي ارتكبها أسلافهم في زمان الأئمة ويضاف إلى ذلك أنه سبب عن حجب الناس عن الوصول إلى الإمام عليه الصلاة والسلام لذا هؤلاء الظلمة أشر الظلمة والمؤمنون في هذا العاصر يعني عاصر الغيبة إذا آمنوا وعملوا صالحاً هم أفضل من المؤمنين في زمن الحضور هذه الحالة العامة يمكن فيها استثناءات لكن الحالة العامة المؤمن في زمن الغيبة الذي يحافظ على دينه أفضل من المؤمن الذي كان في زمن الإمام الصادق لأن ذاك يشوف الإمام يقدر يلتقي بي يقدر يسمع كلامه هذا لم يرى الإمام ولم يسمع كلامه وعقيدته ثابته إيمانه ثابت فلذلك هذا أفضل من ذاك بشكل عام